إنها خطوة صغيرة بالنسبة لموكونا ولكنها خطوة كبيرة بالنسبة للعالم مرحبا أنا موكونا كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير أهلا بكم على قناة فكرة كما رأينا في العنوان موضوع هذا الفيديو هو عن فيروس كورونا أو لماذا لا نقول جائحة كورونا العالمية فيروس كورونا هو من الفيروسات التي صنفت على أنها فيروسات قاتلة وعلى أنها جائحة عالمية بانتياز لا سيما إن لم يتم الكشف عنه مبكرا خاصة بكبار الثن مثل آبائنا أو أمهاتنا أو ذوي الأمراض المزمنة يعيش العالم اليوم تحت ظل هذا الفيروس العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والرياضية كتهاوي أسواق النفط العالمية وتأجيل العديد من المنافسات العالمية كدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 بعد معركة ضارعة ضد هذه الجائحة العالمية أو شكت البشرية على التغلب على هذا الفيروس فيروس كورونا كل البشرية الآن تحاول أن تجد الحلول والطرق الوقائية والدواء كتوصيات منظمة الصحة العالمية باتباع سبول الوقاية من البقاء في المنزل وغسل الأيدي باستمرار وعدم المصافحة وترك مسافة أمان بين الأشخاص ليست فقط منظمة الصحة العالمية من أوجدت حلولا للوقاية بل البشرية أجمع من ثقافات الشعوب وتقاريرها في مواجهة الأمراض كالأدوية الوقائية العلمية منها أو الموروثة جيلا عن جيل أو الحلول الوقائية المذكورة في بعض الديانات كديانة الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو البوذية وغيرها لدينا أرض واحدة نعيش عليها لدينا جميعا قاسم مشترك واحد وهو أننا بشر نولد ونتربى من المؤمن بالرب على تنوع الديانات ومن الملحد الذي يقول أنه لوجود للرب من الذكور ومن الإنان وفينا الجنس الثالث فينا العصبي وفينا المرح فينا العلماء والمبدعون فينا رجال الدين والحكماء فينا الصغير وفينا الكبير ومن ثم نموت لكن هناك من مات وترك بصمة في حياته وهناك من مات ولم يحقق أي شيء لكن الآن وهنا وبدون أي تأجيل سنكون بصمات للحياة يجب أن نعيش فقط كبشر ونتكافر ونتعاون ونتحد للقضاء على هذه الجائحة العالمية لكي تدب الحياة من جديد على كوكب الأرض جميعنا بدون أي تسريقة ولا عنصرية ولا طبقية ولا انتماء معين ولا عرق محدد جميعا تحت شعار واحد معا للقضاء على فيوسي كورونا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الصحي في العالم هاي هاي أصدقاء أنا موكنا لا تنسوا أن تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وأن تشاركوا الفيديو وأن تبدوا إعجابكم به وأن تتركوا لي بعضا من تعليقاتكم أدعوكم للإعجاب بصفحتي على الفيسبوك موكنا يحبكم إلى اللقاء باي باي سينار